بسم الله الرحمن الرحيم شرح مفصل لهذا المقرر بالإضافة سيكون متبوعا ببعض الامتحانات السابقة حتى يكون معينا للطالب والطالبة في الامتحانات الشهرية طبعا أريد أن نوضح فقط صورة توضيحية بسيطة جدا عن هذا المقرر سيكون هناك ما يسمى بالwork sheets وهو عبارة عن التمارين المأخوذة من هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم الطبعة السادسة لهذا الفصل الدراسي يسمى المقرر algebra and trigonometry الجبر وما يسمى بحساب المثلثات يعني أو الدوال ماذا؟ الدوال المثلثية التمارين طبعا هي عبارة عن work sheet لدى جميع الطلاب بداية هذا المقرر أو شكل هذا المقرر عبارة عن التمارين المعروضة لديكم ستكون في هذا المقرر عبارة عن work sheet لماث 002 هذا المقرر طبعا يتكون من chapters 4 و chapter 5 chapter 6 and chapter 8 chapter 9 and chapter 10 وهناك أيضا رقم للجوال للتواصل على الرقم كواتس أب 0505220476 وإن شاء الله سنبدأ بداية في section 4.1 في المحاضرة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله